السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اصدقائي صديقاتي مرحبا بكم في قناتي مرة اخرى في هذا الدرس ان شاء الله سوف نتعلم الدمائر المتصلة ولكن اذا كنت اول مرة تزور هذه القناة فلا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله اذا على بركة الله الدمائر المتصلة نوعان دمائر الرفع ودمائر النصب والجر دمائر الرفع خمسة اولا تاء الفاعل تأتي مع الماضي فقط مثال قرأت 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 قرأتما قرأتم وقرأتنا ثانيا الف الاثنين تأتي مع الماضي والمضارع والأمر مثال جلسا يشلسان اجلسا ثالثا واو الجماعة تأتي مع الماضي والمضارع والأمر مثال خرجوا يخرجون اخرجوا رابعا ياء المخاطبة تأتي مع المضارع والأمر مثال تجلسين او اجلسين خامسا نون النسوة تأتي مع الماضي والمضارع والأمر مثال خرجنا يخرجنا اخرجنا ضمائر النصب والجر ثلاثة أولا ياء المتكلم مثال اكرمني انه تانيا كاف المخاطب مثال كتابك كتابك كتابكما كتابكم كتابكن ثالثا هاء الغائب مثال كتابه كتابها كتابهما كتابهم كتابهن وهنا اصدقائي صديقاتي انتهيت من درس الدمائر المتصلة اتمنى ان تكون قد استفدتم معي اراكم في حصة تانية ان شاء الله دمتم في رعاية الله والى اللقاء السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله عليكم انشاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة